السلام عليكم تلاميذي الأعزاء موضوع درسنا محافظة كربلاء المقدسة سيتضمن الدرس الموقع الجغرافي تضاريس المحافظة مناخ المحافظة طرق النقل والمواصلات الموارد المائية النشاط الاقتصادي نبذة تاريخية عن محافظة كربلاء الموقع الجغرافي أين تقع محافظة كربلاء تقع محافظة كربلاء كما موضح في الخريطة التي أمامنا في القسم الغربي الأوسط من وطننا العراق على حافة الهضبة الغربية أين تقع محافظة كربلاء المقدسة في القسم الغربي الأوسط من وطننا العراق على حافة الهضبة الغربية تضاريس المحافظة تقع محافظة كربلاء ضمن منطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية تقع محافظة كربلاء المقدسة ضمن منطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية اتقع أراضي الأقسام الشرقية والوسطى من المحافظة ضمن منطقة السهل الرسوبي أما الأقسام الغربية من المحافظة فتقع ضمن منطقة الهضبة تقع ضمن منطقة الهضبة الأقسام الغربية تتميز أراضيها أراضي المحافظة بالإنبصار وتتخللها بعض الوديان والوادي هو حوض منخفض طبيعي على سطح الأرض يمتد بين السهول والجبال والهضاء الوادي هو حوض منخفض طبيعي على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاء والجبال مناخ المحافظة يتميز مناخ محافظة كربلاء بسيادة المناخ الصحراوي تتميز محافظة كربلاء بسيادة المناخ الصحراوي حيث ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف لتتجاوز 45 درجة مئوية أما في موسم الشتاء تتميز درجة بالاعتدال في معظم أقسام المحافظة أما كمية الأنطاع فتتسم بالتذبذب وتتراوح كميتها ما بين 150 إلى 300 ملي متر طرق النقل والمواصلات تحظى طرق النقل والمواصلات في محافظة كربلاء بأهمية كبيرة وذلك لأنها من المراكز الدينية المقدسة التضم شبكة من الطرق الرئيسية تربطها بالمحافظات المجاورة وخط فضلا عن خط لسكح الحديد الذي يربطها بمحافظة بغداد إذن لطرق النقل والمواصلات في محافظة كربلاء أهمية وذلك لكون محافظة كربلاء من المراكز الدينية المقدسة الموارد المائية لقد انعكس مناخ المحافظة الذي اتسمى بقلة أنطاره على مصادر المياه التي اقتصرت على نهر الفرات والمياه الجوفية إذن نظر أن سيادة المناخ الصحراوي الذي اتميز بقلة أنطاره انعكسها بدوره على مصادر المياه والتي اقتصرت على نهر الفرات والمياه الجوفية ويمكن تقسيم مصادر المياه إلى المياه السطحية يتمثل بنهر الفرات وجداوله وتمثل بشطة هندية حيث يعد المصدر الرئيسي للمياه في المحافظة ويجري في الأقسام الشرقية في المحافظة إذن كما موضح في الخريطة نهر الفرات وجداوله حيث يتمثل بشطة هندية لتمثل الأقسام الشرقية من المحافظة هي جري في الأقسام الشرقية من المحافظة وتشرف أيضا المحافظة على بحيرة من جهة الشمال على بحيرة الرزازة التي تقع بين محافظتي كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار بحيرة الرزازة تشغل الأقسام الشمالية من المحافظة وتقع بين محافظتي كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار المياه الجوفية تتمثل هنا بالواحات والعيون والينابئ والتي يعتمد عليها سكان الأقسام الغربية من المحافظة سكان الأقسام الغربية المحاذية للهضبة الغربية في نشاطهم المياه الجوفية يعتمد عليها سكان الأقسام الغربية من المحافظة المحاذية للهضبة الغربية في نشاطهم الاقتصادي ومن أهم تلك العيون عين التمر والتي تعرض باسم الشفاثة عين التمر التي تعرض باسم الشفاثة وهي من المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان الأقسام الغربية في محافظة كربلاء وهي المحاذية للهضبة الغربية النشاط الاقتصادي تتمتع المحافظة بالعديد من العنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية النشطة الزراعية والصناعية النشاط الزراعي حيث تزرع في أراضي المحافظة العديد من المحاصيل الزراعية أهمها القمح والشعير والرز والذرة والمحاصيل الصناعية كالسمسم وزهرة الشمس فضلا عن زراعة أتجار الفاكهة والنخيل التي تحظى بأهمية كبيرة في المحافظة أفض صناعة تشتهر محافظة كربلا بوجود العديد من الصناعات مثل بالصناعات الغذائية والصناعات الإنشائية والتي متمثلتكم بمعمل اسم كربلا بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة نبذل تاريخية عن محافظة كربلا يعود أصل تسمية محافظة كربلا كما تذكر المصادر إلى أصل بابلي إذن اسم كربلا يعود كما تذكر المصادر إلى أصل بابلي وقد أمر الوالي العثماني متحد باشا بتطوير مدينة كربلا وأضاف إليها العديد من الدوائر الحكومية والأسواق وبنى فيها محلة عرفت باسم محلة العباسية إذن من الذي أمر بتطوير محافظة كربلا؟ الوالي العثماني متحد باشا أضاف إليه العديد من الدوائر الحكومية والأسواق وبنى فيها محلة العباسية كما أنجز السلطان العثماني سليمان القانوني مهمة حفر نهر من الفرات سمي آنذاك بالنهر السليماني والذي يعرف اليوم بنهر الحسينية كما موضح بالخريطة التي أمامنا إذن أنجز السلطان العثماني سليمان القانوني مهمة حفر نهر من نهر الفرات سمي آنذاك بالنهر السليماني والذي يعرف اليوم بالنهر الحسينية وكانت تسمى في السابق بلواء كربلاء كانت كربلاء في السابق تسمى بلواء كربلاء وبعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 أصبحت كربلاء محافظة متى أصبحت كربلاء محافظة؟ وذلك بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تضم محافظة كربلاء العديد من المراقد الدينية تضم محافظة كربلاء العديد من المراقد الدينية الروضة الحسينية والروضة العباسية الروضة الحسينية والروضة العباسية الروضة الحسينية تضم مرقد الإمام الحسين بن علي الشهيد تضم مرقد الإمام الحسين بن علي الشهيد صبط النبي صبط النبي حفيده حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائه عليهم السلام وشهداء وقعة الطف الذين استشهدوا معه عام 61 هجرية تبلغ مساحة الصحن 15 ألف متر مربع يتوسطه حرم تبلغ مساحته قرابة 3850 متر مربع يقع فيه الظريح وتحيط به أروقة بمساحة 600 متر مربع والرواق هنا مساحة بمعنى المساحات المظللة التي يجتمع بها الناس للدراسة والعبادة وله عشرة أبواب وتعلوه قبة شاهقة بارتفاع 37 مترا من الأرض وهي مغلفة بالذهب وترتفع فوق القبة سارية من الذهب الخالص أيضا وبارتفاع 2 متر وتحف بالقبة مئذنتان مطليتان بالذهب ويحيط بالحرم أربعة أروقة من كل جهة رواق يبلو عرض الرواق الواحد 5 متر الروضة العباسية وتضم مرقد الإمام العباس بن علي بن أبي طالب أبو الفضل الذي استشهده في واقعة الطف عام 61 هجرية تقع الروضة إلى الشمال الشرقي من العتبة الحسينية إذن تقع الروضة العباسية إلى الشمال الشرقي من العتبة الحسينية وبمسافة 247 مترا تبلغ مساحة العتبة قرابة 10.973 مترا مربعا ومحيطها 395 مترا كما توجد في محافظة كربلاء المقدسة مراقب دينية مقدسة أخرى من أهم المواقع التاريخية للمحافظة قصر الأخيضر وخان النخيلة أو خان الربع قصر الأخيضر أو خان النخيلة أو خان الربع من أهم المواقع التاريخية قصر الأخيضر يقع قصر الأخيضر الواسع المتعدد الأجزاء والمرافق داخل حصن منيع يقع في البادية جنوب غربي كربلا يقع قصر الأخيضر الواسع المتعدد الأجزاء والمرافق داخل حصن منيع في البادية جنوب غرب مدينة جنوب غرب كربلا أما خان النخيلة أو خان الربع سميه خان النخيلة بخان الربع لأنه يقع تقريبا في ربع المسافة ما بين كربلا والنجف وكان هذا الخان مخصصا لراحة المسافرين والسائرين الذين يقصدون العتبات المقدسة لماذا سمي خان النخيلة أو خان الربع بهذا الاسم؟ لأنه يقع تقريبا في منتصف المسافة في ربع المسافة سمي خان النخيلة أو خان الربع بهذا الاسم لأنه يقع في ربع المسافة ما بين كربلا والنجف وكان هذا الخان مخصصا لراحة المسافرين والزائرين الذين يقصدون العتبات المقدسة في نهاية درسنا رسم خارطة رقم 16 صفحة 67 لتوضيح الموقع الجغرافي لمحافظة كربلا شكرا لحسن المتابعة